وأضف وزير الخارجية سمح شكري أنه ناقش مع نظيره السعودي الأوضاع وأمن الملاحة في البحر الأحمر مشدداً على أهمية الحفاظ والالتزام بحرية الملاحة مؤكداً أن ما يشهده البحر الأحمر هو نتاد لتوتر الأوضاع في المنطقة والحرب على غزة لقد ناقشنا كذلك تطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليامن وتبعتها سلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتغارة العالمية ونشدد من هنا على أن حرية الملاحة والتغارة العالميين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة على الجميع الالتزام بها مع التأكيد مجدداً على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة بسبب الممارسة الإسرائيلية في غزة وأنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها